توقعاتك من خلال اليوم تجوالك في المحافات العراقية بعد ما كنا في عام 1980 منك 200 ألف رأس من الخيول الآن تقريباً إجباتك لا إحنا ما أقدر أقول الرقم حتى ما أثبت الناس التقريبي أما تقول لي خلال من 2011 2012 لغاية 2022 هالعشر سنوات النمو صار يمكن أكثر من 50% كنمو الفصيلة من الحيوان 100 ألف خيل أكثر أو أقل توقعاتك؟ لا أكثر أكثر؟ أكثر؟ أقل؟ حالياً هي من حضرة يعني نعبر لـ 50 ألف؟ بالعراق كلها؟ لا موقف 30 ألف هذا سبب لي إحراجي قليلاً لكن قدمت مشروع إحصاق لقد قلتناك على الخير هو بداية قال الإمارة أقبل بس أنا قلت أدخل بتواصيل أكثر هذا يبعث حرقة بالقلب أنا قدمت مشروع بالمناسبة أنا دائرتي لحد الآن منتسب إلى دائرة الثروة الحيوانية قسم المصادر الوراثية هذا القسم جديد للعراق تأسس سنة الألفين وعشرة يعني بتثبيت البصمات الوراثية للحيوانات المزرعة بالعراق حيوانات المزرعة التي تشمل الغنم والأبطار والجاموس والماعز ومن ضمنها الخيل من إي جيتاني دخلنا الخيل ممتاز سويت مشروع الإحصاء سويت على مرحلين مرحلة الأولى من بغداد للفاو محافظات مع محافظات الفرات الأوسط كمناها باستثناء بابل وقفتنا كورونا ووقفتنا الأمور المالية صحيح وإن شاء الله بابل رح نخلصها كربلاء خلصناها أقل من الشهر نبدأ على المرحلة الثانية من بغداد والتصاعد والغربية الإحصاء اللي صار إحصاء ميداني وصلنا إلى آخر نقطة باليابسة به اللي بالفاو لقيت سبع روس سجلتهم يعني احنا شون هسا هاي وقفتنا وهذا البادي وكمال للخيل هو شط الفاو أو اللي ينفتح على الخليج شط الفاو يسموه الفاو شط الفاو شط العراب ما عرف اللي هو اللي ينفتح على الخليج أنا اللي قيتم هاي النقطة بيشة راس البيشة لا فوق راس البيشة اللي قينا خيل سجلناها سبع روس